مرحبا بكم في القناة ديالي البسيطة والمتوادعة اليوم في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية اختيار الغاسول او الجيل المناسب للنظافة الليجيان ديال المناطق الحساسة قبل ما بضع الفيديو كانت من الناس اللي كيشوفوا الفيديو هادي للاول مرة اشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي وبنسبة المشتركين ديالي متبخلوش الياب لا جام من بعد ما جاوني بزادي الاسئلة عن غسولات العناية والنظافة بالمناطق الحساسة حاولت نجمع اغلبية الاسئلة ونجاوب عليها في هذا الفيديو وبغيت كذلك انني نوضح امور ما كنردوش لها البال وفاهمينها بشكل مغلوط اول حاجة اللي بغيت نتكلم عليها هي درجة حموضة المهبل او الـ PH او كما كيتسما باللغة العربية الرقم الهيدروجيني وبالفرنسية لبوتانسيال ديدروجين هاد الـ PH هادا كيتراوح ما بين واحد او زيرو ما بين زيرو واربعتاش ما كيكون هاد الواسط هادا انفغير اسد يعني اسيد كيكون الواسط حمضي كيكون المهبل دينا في الوضع ديالو الطبيعي ما عندنا حتى شي مشكل وما كيكون الـ PH يعادل سبعة يعني نوتر ممزيان ما خعب وما كيكون الـ PH كتار من سبعة هادا كوهو المشكل اللي يعني عدنا مشكل فلابا غاي جينيتال ديالنا وباش يكون الواسط ديال المهبل ديالنا طبيعي فخصتكون هاد درجة حموضة المهبل افغير او تاقال اسد يعني اقل من سبعة او تساوي سبعة اربعة فاصلة خمسة ثلاثة خمسة خمسة ونص مزيانة يعني احنا في الوضع الطبيعي السليم علاش بريت نوضح مزيان هاد النقطة هادي باش نعرفو مزيان كيفاش نختارو الصابون او الغسول الطبي اللي غادي يوافق الحالة ديالنا والاحتياجات ديالنا واش الحالة ديالنا طبيعية والاستعمال اليومي زي عماما مراضين محتاشي حاجة غير بغينا نشيريو جيل انتم او عدنا شي مشكل حسينة بشي حاجة ماشية هادي كلك شوز كي كلوش وبغينا ناخدو شي جيل اللي غادي يساعدنا باش نتخلصو من داك المشكل غادي نبدا بالحالة الاولى اللي هي الحالة طبيعية يعني مفينا حتى شي حاجة غير بغينا نشيريو واحد اللي جيل انتم اللي نبقاو نغسلو بيه باش نحافظو على اللي جيل للنظافة الشخصية ديالنا داكور باش نختارو شي حاجة اللي غادي تحافظنا على ذاك البي ااش اللي شرحتكم في اللول خسنا ناخدو شي حاجة اللي عنده نفس المعدل يعني الاحنا البي ااش ديالنا ما كيفوتش سبعة خسنا ناخدو انجيل انتم اللي ما كيفوتش سبعة والحالة طبيعية خسنا ناخدو جيل البي ااش ديالو ما كيتعداش خمسة فاصلة خمسة كي ما كتشوفو معايا هنا في الفيديو يعني إلا غادي نمشيو لفرماسي ناخدو انجيل نتويو الاستعمال اليومي ما عد نحتشي مشكل طروري من ردو البال البي ااش خصو دائما ميفوتش خمسة فاصلة خمسة خمسة اربعة مشي مشكل غير ميفوتش خمسة فاصلة خمسة عندي هادا من بيو سيبت مزاون ما فيش البرابان ما فيش صابون مصابو بالالوي فيرا والبابو نوجو البرو فيتايمين بي 5 مزيان بزاف الاخشية المخاطية الحساسة بزاف وممكن نستعملوه بتكرار يعني يوميا نوضف سبعا غسلوبي فلاشيان غسلوبي ما كان حتى شي مشكل ماشي ضروري تختارو هادا بيو سيبت غير خص كي ما قلت لكم البي ااش ديالو ميفوتش خمسة فاصلة خمسة ندوزو دابالاجة الانتيم لي مخصوم جيستعملوه بشكل يومي واللي كيكون البي ااش ديالو من سبعة الفوق فحل هادا اللي عندي هادا البي ااش ديالو سبعة يعني نوتر كينا سبعة كينا سافوغيل ثمينيان كينا بزاف سيدا استغيل هادو مكسمصوم شي تستعملو يوميا وحتى الطبيب ما كيخرجو ملك لجيستعمال اليومي كيخرجو ملك معالي تخدمو مي كيكون عدنا شي سيالان عدنا شي حكا شل سيهاب كيخرجو منها طبيب مع القويلبات مع البلول حيث كيكون ماشي سهل باش تخلص ماذيك الانفكسيون هادي كيخرج طبيب هادي وكيقول لك استعمليو مثلا في الصباح وفي الليل فهذيك الحالة هذيك مي كانت تكوني ميضة ولكن ماشي يوميا تستعمليهم في صباح وفي العشية اللي ممكن تستعمليهم في صباح وعشية هما هذول البي اش ديالهم 5.55 انا عندي هاد الاجام هذي من دغ ميكال انا ما كان فردش لكم هذي بالضبط كينا بزف كيما قلت لكم صاف وغيتها هي مزيونة مزيونة بزف صراحة وسبق اللي تكلمت عليها وغدي نخلي لكم نليان ديال الفيديو دياله لصحة الصندوق الوصف كينا هذي كينا سيدا استغيل كينا سفوغال هذو هما صراحة اللي التوب ديال هذي الجيل انتم المعدل ديال بي اش ديالهم من سبعة الفق حتى هدا ما فيش البرابين ما فيش صابون والحاجة الزوينة اللي فيه انه الريحة دياله غزالة فيها الريحة ديال الماء الزهر وفي الحالات الطبيعية البنات وبغينا ان ناخدوا في حال هذي الجيل انتم البي اش ديالهم كتار من سبعة ما خصناش نستعملوهم بشكل يومي نستعملوهم جوج حتى تلت تلت مرات في الأسبوع ماكسيموم كيلي سوولني على بيطادين بيطادين ممكن نستعملوها بيطادين الحمرة مع الماء نخلطوها مع الماء اللي غادي نغسلو به ممكن نستعملوها ولكن جوج حتى ثلاثة المرات في الأسبوع ماكسيموم كناخدو حال الكمية اللي هي قليلة ونخلطوها مع ذاك الماء اللي غادي نغسلو به كمية قليلة فقط واخيرا غادي ندوز السابون الطبيعي السابون الطبيعي المتير للجدال كل واحد شنو كيقول كينلي كيقول مزيان كينلي كيقول ماشي مزيان السابون طبيعي ما غاديش ننكر انه مزيان نغسلو به الوجه ديالنا مزيان نغسلو به الجسم ديالنا الوجه خصوصا الناس اللي عندهم بشرة دهنية مزيان ليهو ولكن المشكل ديال ديال السابون الطبيعي انه ما كيحافظناش الاليكيليب ديال الفلوغ فاجينال ياديك اللي كولنا كان هادرو عليها البيأش يعني السابون طبيعي ما غاديش يحافظنا على البيأش ديال المهبل وهذا صراحة ما خصناش نغسلو به ان بلوس كينشف لابو كينشف وهديك الجفاف الحاد ديال اللابو وهو اللي كتسببنا في الحق يعني هادا آآ صراحة نتفادوه خصوصا لديك المنطقة هذيك نتفادو كذلك السابون دون مارساي سولوني بزاف عليهم بنات ونتفادوه لاجالدوش 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 اللي كنغسلوه بيهم الجسم لدينا ونتفادو السابونات وأي حاجة فيها العطور السابونات العاديين حتى هوا ما ننسوهم ومنغسلوش بيهم واحد نقطة مهمة هاد شي كامل حيث هادو هاد شي كامل ضروري نستعملو كيمية قليلة بزاف قليلة 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 غير واحد شوية ومنستعملوه مش الداخل يعني هادو كيبقاوا للاستعمال الخارجي فقط حيث من الداخل لاباغاجينيتالينا قادرة انها تنظف نفسها بنفسها يعني هادا للاستعمال الخارجي فقط وليبقينا كندخله في الداخل فاحنا كنقلبو عالمشاكل يعني عنا كنقلبو عالمشاكل بيدينو استعمال الخارجي فقط سينو غة نرونو ذك شي لداخل دزكيل هادك شي اللي كي قدل التهاب الأعجية المخاطية حكة سيلان مهم هادا للاستعمال الخارجي فقط هادو كاملين هادو ممكن تستعملهم المرأة الحامل والمرضية ما كان حتى شي مشكل وكانوا جاوني تساؤلات وش ممكن تستعملهم البنت العضراء طبعا الحال هذا غير جيل ديال المطهر ديال 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 نظافة فقط ما عندهم حتى شي علاقة بديك البلاصة هذي ما كان حتى شي مشكل حيث كانوا جاوني تساؤلات وضروري ما نجاوب عليها كانت هذيالا فيديو ديال لوم البنات كانت منى تكونوا فهمتوني مزيان إلا عندكم شي تساؤل علا هذ المنتوجات علا هذ الموضوع هذا خليوا لي في التعليق وخليتكم بألف خير السلام عليكم باي باي